مشاهدين الكرام مساء الفل والورد والياسمين اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم 60 دقيقة مع هال عبد الشافي النهاردة الخميس وخلاص هنبتدي الويك اند وزي ما انتوا عارفين ان الناس كلها بتأجل الاجازات وبتأجل الرحلات وبتأجل كمان الاحتفالات اليوم الخميس وبتأجل كمان اعياد الميلاد والنهاردة عيد ميلاد كمان حد غالي قوي على قلبي وطفل جميل كده عندنا في العيلة فحب اقوله على الشاشة دلوقتي happy birthday شوبة وان شاء الله السلين الجاية كلها تكون سعيدة وخير خلوني بقى اقول لكم وفكركم تاني ان في الحلقة اللي فاتت قلت لحضراتكم ان انا دايما بسعى ان انا كوم من المزيعات الاقرب للجمهور او الاقرب للمشاهد ان هو لما يسمعني يحس ان انا قاعدة معاه في بيته يحس ان انا من نفس التربية اللي هو ربها لولاده يحس ان كلامي حقيقي ومش مختلف ابدا ولا متجمل علشان هو على شاشة التلفزيون والموضوع اللي هتكلم مع حضراتكم فيه النهاردة انا هحاول بس ان انا اخطف ديئتين تلاتة قبل ما ابدأ حلقتي النهاردة هو موضوع الحقد والحسد والغل والقراهية وكل الحاجات الوحشة اللي بتأدي لبعد كده الموت والهلاك وان هي تدمر قصر الموضوع ده بقى من اكتر المواضيع المنتشرة مش بس في حياتنا ده كمان على السوشيال ميديا وتخيلين ان البلوجر والناس المشهورة وكمان الناس العادية اللي حياتها عادية جدا بقت كل شوية اشتكي من موضوع ده كل ما تنزل صورة او كل ما تقول ان انا وصلت لحاجة معينة تلاقي تاني يوم يحصل لها حاجة هل هي بقى بتكون بسبب ظروف او عين ولكن بقى اللي اجتماعنا عليه في الاخر ان فعلا بتكون عين لان الفولورز او الناس المتابعة بتعمل كومنت رخم جدا وتقول فيه ربنا يبتديكم مرض ربنا معرفش يبدع عنكم ايه وحاجات رخمة جدا وملهاش اي لازمة والحاجة دي يعني دايما انا بشوف ان كل مشكلة بيكون لها سبب مشكلة الحقد والحسد دي لها سبب السبب هو الغيرة وعدم الرضا وصلنا ان احنا بقى اينا بنشوف الحاجة في ايدين الناس التانية وبقى اينا عايزينها هي نجحة فانا عايز اكون نجحة طب ما ممكن انت ربنا او انت ربنا مديك صحة وهي مش عندها الصحة دي مديك سند وعيلة وهي مش عندها السند والعيلة بقيتوا بتبصوا بتعملوا سبط للحاجة اللي هم شايفينها ان هي كويسة وان هي خلاص الحاجة دي اللي ممكن تتحسد عليها ويسايبين الكوارث اللي بتكون ورا كل ده الحاجات دي بقت مليانة دلوقتي انا اول ما قلت مسائل فل النهاردة كنت بقولها للناس اللي قلبها طيب الناس اللي حد النهاردة بتتظلم وبتعرف ان هي تصبر وتعدي بتعرف ان هي تشتكل ربنا وبتقول حزب يا الله وما بتقزيش اللي قدامها اللي ازاها واللي جاء عليها الناس دي لسه قلوبها صفية ولسه جمال وخليكوا زي ما انتوا قوة تتغيروا سيبوكم الناس اللي بتحقد وتحسد دي في الاخر الناس دي بتبقى نهايتها بشعة من كتر ما هي مش عندها رضا بقضاء ربدة يعني انا برضو مش فاهمة حضرتك دلوقتي لما تبص لحد وتحسده ولما تبص لحد وتستكتر عليه وتدع عليه ايه اللي استفدته ده انت كده يعني بتعقب على الحاجات اللي ربنا بعملها ده ربنا كلنا خلقنا كلنا ودي لكل واحد رزقه يعني زي حضرتك بتبص الرزق ورزق غيري وانت ربنا بعاتلك رزق يعني بتعترض على حكم ربنا دي من الحاجات البشعة اللي بتحصل انا طالع النهاردة اقول المسج دي للناس الطيبة الناس اللي قلبها كويس خليكوا زي ما انتم ما تتغيروش وعلشان كمين المزيع اللي بتقدم البرنامج ده قلبها طيب فانا عارفة ان الجمهور اللي بيشوفني دلوقتي قلبه طيب وجميل وبرجح تاني وبقول لع حضرتكم مسائل فل عليكم ويا رب تفضلوا دايما قلوبكم طيبة ونقية واحلى حاجة في الدولة خلونا نطلع بقى لفاصل سريع علشان نستقبل ضيوف حلقيتنا النهاردة ونرجع لكم بعد الفاصل